وعشان كده من أهم الدوافع اللي بتخلي الأولاد يتمردوا علينا هو إنهم بيحسوا إن أهلهم مش فهمينهم وإنهم بيتعاملوا معاهم على إنهم عارفين كل حاجة وعارفينهم أكتر من نفسهم فمش بيسمعوهم وإنهم طول وقت بيحسوا إنهم متهمين وإنهم دايماً متسببين في خزلان أهلهم فيحسوا إنهم عبئة على أهلهم أقول لكم حاجة؟ ما حد جزعني اتفقين على كده لأن احنا بننفس قوله تعالى بل الإنسان وعلى النفسي بصير مش أنتوا أولادكم بيدخلوا الغرف وقفلوا على نفسهم عارفين بيقفلوا على نفسهم ليه؟ بيهربوا بيهربوا من النظرة دي لو إنهم مفتوح عندهم الأبواب إنهم يتكلموا ويتسمعوا مش هيدخلوا ويقفلوا الأبواب عليهم هم أكيد محتاجين أمان بس هم بيأمنوا نفسهم بنفسهم لما يحسوا بالسعادة إنهم بيلعبوا ألعبهم فبيضطروا يبعدوا عن محل الانتقاد ومحل الانتقاس ومحل التكسير فبيروحوا يعودوا لأحدهم يقولوا والله أنا لو شاف نفسي عندي نقص أحسن ما تكسر من كتر الانتقاد اللي بتعرض ليه وشعور أولادنا جمال بالجفاف العاطفي وإحساسهم بأنهم مرفضين بسبب كتر الانتقاد والشكوى والإهمال كل ده بيساعدهم على التمرد يا جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيشاور لنا على النجام ده كله كان سيدنا الرسультат الله سلم دائما يقبل سيدنا الحسن والحسين فمرة دخل علي رجل ورجل واضح أنه عنده مشكلة يعني وهو بيقبل سيدنا الحسن والحسين فنظر إليه الرجل دوت وقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي إني عندي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط فنظر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله من لا يرحم لا يرحم دي مش رحمة رحمة من ايه؟ رحمة من ان اولاد يسرعوا مفهوم الرفض ويفضلوا الرفض ده تينهش فيهم لغاية ما في بعض الاحيان يحاولوا التمرد ده جاي من الوحشة والتوحش فمشكلة التمرد الزائد ده لو ما تعملناش معاهم من بدري ممكن توصل بالاولاد لحد ادمان السلوك ده كاسلوب دفاعي يدافعوا بيه عن نفسهم طول الوقت او يستخدموه كأداد استفزاز عشان ينتقموا ها؟ عشان ينتقموا من التكسير اللي هما تكسروه بتكسير انتقام انت بتكلم عن حاجة كويسة؟ اكيد بتكلمش عن حاجة كويسة بس انا بفسر بفسر ازاي نقدر نخرج من هذه الحالة ومن اخطر الاشياء لما يتحول التمرد الى مع الاهل للتمرد مع اه هنا بقى هنجي للحيطة اللي بتوجع بقى ان يتحول التمرد مع الاهل الى التمرد انا دايما بقول ليست هناك مشكلة فيما علاقة الشاب بالرب الا جاءت من علاقة الشاب بالاب فيخرج التمرد مع الاهل الى التمرد مع الله سبحانه وتعالى بالمناسبة كتير من اولادنا اللي احنا سموا نفسهم بالملحدين هم على فكرة ما كانوش ملحدين ولا حاكة هم كانوا في الحقيقة عندهم سيولة دينية لان دا كان نوع من انواع التمرد اللي كانوا بيمرسوه على سلط تقبقهم فلازم ننتبه هل دا تبرير لا دا تفسير عشان نعرف المدخل اللي هندخل بيه على اولادنا واحنا عندنا في الوحدات بقى اللي احنا بنستخدم بيها تردع التمرد زي وحدة حوار عندنا في دار الافتاة المسارية وكل العمل اللي انا بقوم بيه في التعامل مع اولادنا بنعمل ايه بنتعامل واحنا منتبهين لده فلازم نتعامل مع اولادنا واحنا منتبهين ازاي هنحل المشكلة دي عشان كده تعالوا نقول شوية حاجات حاول انك في المواطن اللي بيكتر فيها اول خطوة لازم نعملها حاول في المواطن اللي بيكتر فيها التمرد والصدام بينك وبين الاولاد ما تستخدمش بهم مشهورة الولادية الانتقادية عشان ما يخرجش منهم الطفولة المتمردة لنقول تلك ولكن نشط عندك شريط البالغ يقول لي أنا شريط البالغ أعمل إيه يعني أعمل إيه ولا حاجة سهلة خالص أقول لك أداة سهلة خالص اسأل أسئلة حقيقية يقول لي يعني إيه أسئلة حقيقية أقول لي تما أنا بقول له هو ينفع كده أهو ده سؤال لا ده مش سؤال ده اتهام ده سؤال استنكاري قال له طيب لما أقول له هو أنت تفضل كده طول عمرك أما ده مش سؤال برضو ده استهزاء أو أقول له مثلا أكيد أنت بتحب ربنا ده برضو مش سؤال ده سؤال إيحائي لازم تسأله سؤال واضح أقول له إيه ببساطة ولد مطور شعر خلينا نكلم عن ولد مطور شعر وشكله مطور شعره وأنا مش حابب بالأمر ده حبيبي أنت مطور شعرك ليه ده سؤال حقيقي فيجيوب عليه قل له وانت شايف شكله وشكل الناس وشكلك وانت مطور شعر عجبك أه عجبني خلاص يا حبيبي لو شايفه جميل ما فيش مشاكل هيجي يقول لي يعني أنت معندكش مشكلة لأ أنا حبيبي عندي المشكلة بالزبط كده إن احنا كلنا بنحب الجمال فلازم نكون عندنا شيء جميل في ده بعد شوية يبتدي هو يفكر أنا سبته خلاص بس ده كل دوري ترجمة نانسي قنقر